اشتركوا في القناة وحبيب الحق وعلى آله وصحبه أجمعين أحبابي الكرام أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نلتقي مجدداً لاستكمال شرح الحديث السابع عشر من الأربعين النووية المعنون بي الإحسان في كل شيء جاء في الحديث عن أبي يعلى شداد بن أوسن رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتله وإذا ذبحتم فأحسنوا ذبحه وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم سنشرح بإذن الله تعالى الجزء الثاني من هذا الحديث المتعلق بالإحسان في ذبح البهائم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحه وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ففي الإسلام آداب يلتزم بها المسلم عند الدبح وهي بمجموعها تجسيد عملي للإحسان والرفق فمن ذلك أن يحد الشفرة ليكون الذبح بآلة حادة تريح الذبيحة بتعجيل زهوق روحها روى الإمام أحمد وابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم وقال إذا ذبح أحدكم فليجهز ومن الآداب الرفق بالذبيحة فتساق إلى الذبح سوقا رفيقا ففي سنن ابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يجر شاتا بأذنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع أذنها وخذ بسالفتها والسالفة مقدمة العنق وقال الإمام أحمد تقاد إلى الذبح قودا رفيقا وتوارى السكين عنها ولا يظهر السكين إلا عند الدبح ومن الإحسان في الذبح فري الأوداج كما يستحب ألا يذبح ذبيحة بحضرة أخرى ويوجه الذبيحة إلى القبلة ويسمي عند الذبح ويتركها إلى أن تبرد ويستحضر نية القربة ويعترف لله تعالى بالمنة في ذلك لأنه سبحانه سخرنا هذه البهائمة وأنعم بها علينا والحديث بعد هذا كله قاعدة من قواعد الإسلام الهامة لأنه دعوة كريمة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإحسان في كل عمل إلى هنا أحبابي الكرام نكون قد أنهينا شرح الحديث السابع عشر من الأربعين النووية على أملي أن ألتقي بكم مجددا في شرح حديث آخر إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر